مجلس القومي لشؤون القبائل بناء على اجتماع الهيئة التأسيسية وأيضا المجلس الرئاسي وتم اختيار العمدة أحمد طرام رئيسا للمجلس الرئاسي للمجلس القومي لشؤون القبائل بالتوافق وبالتراضي لأنه هو أولا رجل قيمة وقامة ويتمتع بالحكمة والمصداقية وأيضا أكبرنا سنا فنحن نجله ونحترمه وإن شاء الله بإذن الله بالتوفيق للمجلس القومي لشؤون القبائل المصرية لكل أبناء القبائل المخلصين في خدمة القبائل وأيضا في خدمة مصر وخدمة القوات المسلحة والوقوف خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة في مكافحة الإرهاب وأيضا في عملية التنمية هو طبعا دور المجلس دور اجتماعي خدمي يقوم المجلس بخدمة أبناء القبائل في شتى ربوع مصر لأنها مقسمة إلى قطاعات قطاع شرق وقطاع غرب وقطاع جنوب جنوب الصعيد وقطاع وسط الصعيد وقطاع شمال الصعيد وقطاع اسكندرية وقطاع سينة كل هذه القطاعات ومسؤولي هذه القطاعات رؤساء هذه القطاعات يكون في خدمة أبناء القبائل في تلك القطاعات وأيضا تكوين لجان في كل قطاع وفي كل محافظة بحيث أنه بيكون في كل محافظة لجان مشكلة تشكيل جيد على أساس الكوادر التي تخدم القبائل وتكون فاعلة في المجتمع وأيضا مؤيدة بقوة وعندها الاستعداد للعطاء والبزل من أجل الاستقرار والوقوف خلف الشرطة والجيش